ترأس سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة نايب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب ورياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية الاجتماع الثالثة والثلاثين لأصحاب السمو والمعالي والسعادة رؤساء اللجان الأولمبية بدول مجلس التعاون العربية والذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئية وبدأ سموه الاجتماع بكلمة رحب فيها برؤساء اللجان الأولمبية الخليجية ماربان عن خالص الشكر والتقدير لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رئيسة الدورة السابقة للمجلس على جهودها المتميزة ورفع سموه اسماء آيات التهاني والتبركات إلى خادم الحرمين الشريفين وولي عهده إلى الشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني السعودي الحادي والتسعين متمنيا للمملكة العربية السعودية الشقيقة دوام الرفعة والزهارة كما برك سموه لكافة الدول الخليجية الشقيقة التي شرفت رياضة الخليجية في أولمبياد توكيو بتحقيقها للإنجازات المتميزة لتبرهنا عن مدى تطور رياضتنا بفضل دعم قادتنا حافظهم الله وقال سموه يشرفنا في مملكة البحرين أن نترأس أعمال الدورة الحالية لمجلس أصحاب السمو والمعالي والسعادة رؤساء اللجان الأولمبية الخليجية حيث إن لقاءنا هذا بحضوركم الكريم يعد تجسيدا للرغبة السامية لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس للارتقاء بالعمل الرياضي الخليجي المشترك وتكريسا لما يولونه من اهتمام بالغ بالرياضة الخليجية سائلين الله عز وجل أن يكلل جهودنا جميعا بالنجاح لما فيه خير ومصلحة الرياضة والرياضيين في مجتمعنا الخليجي الواحد وضف سموه لقد مرت الرياضة الخليجية والعالمية بظروف استثنائية بسبب جائحة كورونا وفي ظل الانحسار التدريجي للوباء ودخولنا في مرحلة التعافي فإننا نتطلع لتخطي هذه المرحلة والعمل سويا للسمرار مسيرة العمل الرياضي الخليجي المشترك وفق الآليات المناسبة والاشتراطات الصحية الملائمة وعودة البطولات الخليجية الرامية إلى ترسيخ دعائم الأخوة والمحبة بين أبناء دول مجلس التعاون متمنيا لهذا الاجتماع الخروج بأفضل القرارات لمواصلة مسيرة الانجاز والمكتسبات بعد ذلك شرع رؤساء اللجان الأولمبية الخليجية في السعراض جدول العمل حيث تقرر تكليف فرق العمل واللجان التنظيمية للألعاب الرياضية كلا فيما يخصه بتنفيذ القرارات والتوجيهات الصادرة من أعلان العلا والبيان الختامي عن الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى العلا يناير 2021 في المجال الرياضي وتقدم مجلس أصحاب السموي والمعالي والسعادة رؤساء اللجان الأولمبية الخليجية بخالص الشكر والتقدير لدولة الكويت الشقيقة على استعداداتها للاستضافة دورة الألعاب الخليجية الثالثة في يناير 2022 ووافق المجلس على تسمية الشيخ نعيم الأحمد الجابر الصباح تسميتها رئيسا فخريا لللجنة التنظيمية لرياضة المرأة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بناء على المقترح المقدم من اللجنة الأولمبية العمانية وذلك تكريما لها وتقديرا لجهودها وخدماتها التي قدمتها لرياضة المرأة الخليجية ترجمة نانسي قنقر